اكد اسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسبقات القدرة أن توجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه دائما ما تشكل للجميع نبراسا يضيء دروب التقدم نحو بناء حركة رياضية قوية قادرة على إبراز القدرات البحرينية في المحافل الخارجية وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد باهتمام ومساندة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله جاء ذلك بمناسبة لقاء وتكريم سموه للشركات والمؤسسات والبنوك الداعمة لبطولة سموه الدولية لسبقات القدرة بحضور سمو الشيخ عيسى بن عبدالله الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسبقات القدرة وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب ورياضة واستذكر سمو الشيخ ناصر بن حمد كلمات حضرة صاحب الجلال الملك المفدى في دعم وازدهار رياضات الفروسية خصوصا رياضة القدرة والتي تعتبر إحدى الرياضات ذات الموروث الأصيل مشيدا بالدعم الذي قدمته الشركات والمؤسسات والبنوك لبطولة سموه الدولية لسبقات القدرة مؤكدا أن هذا الدعم يسهم في تقدم عجلة رياضة القدرة التي تخطو خطوات متقدمة نحو مواصلة التطور والازدهار مبينا سموه أن هذا الدعم ساهم في تحقيق كامل النجاح للبطولة وهو حافز لجميع الاستبلات والفرسان المشاركين إضافة إلى اتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة الذي يعمل بجهد كبير نحو تطوير رياضة القدرة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن عبدالله الخليفة وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد تعتبر الشركات والمؤسسات والبنوك الراعية للبطولة شريكا أساسيا في التطور الذي نتطلع إليه جميعا وهو نتاج عمل مشترك بين جميع القطاعات في تطوير الرياضة البحرينية خصوصا رياضة القدرة وأضاف سموه نثمن عاليا دعم الشركات والمؤسسات والبنوك الراعية للبطولة حيث يسهم هذا الدعم في تنفيذ الاستراتيجية التي يسير عليه الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة والوقوف دائما مع الفرسان والاستبلات من أجل تقديم أفضل المستويات الفنية التي تعكس تطور رياضة القدرة البحرينية والتي سجلت إنجازات متعددة في الفترة الماضية وكرم سمو الشيخ ناصر بن حمد الشركات والمؤسسات والبنوك الداعمة لبطولة سموه الدولية لسباقات القدرة وهي تمكين بنك البحرين والكويت شركة هواوية البحرين مجموعة نواف محمد الجشي هاشم الوداعي للمحامة والاستشارات القانونية بنك السلام المحذي ستيفن وشركة أسكن من جانبهم أعرب ممثلوا الشركات والمؤسسات والبنوك الداعمة عن اعتزازهم بالمساهمات في بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد الدولية لسباقات القدرة خصوصا أنها تحمل اسم سموه الداعم الكبير لرياضة القدرة وثمن ممثلوا الشركات والمؤسسات والبنوك كلمة سمو الشيخ ناصر بن حمد التي تعتبر نبراسا لهم وتأكيد على حرصهم الدائم في رعاية بطولات القدرة مشيدين بذات الوقت بدور رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة في تحقيق كامل النجاح للبطولات الغالية ترجمة نانسي قنقر